غدا تتوصل إيران إلى اتفاق إيطار بشأن برنامجها النووي مع القوى العظمى وصفت إسرائيل الاتفاق بالسيء الذي قد يهدد بقاءها وطالبت باتفاق آخر يضمن اعتراف إيران بحق الدولة العبرية في الوجود ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل هذا الاتفاق لا يقطع الطريقة أمام إيران لحيازة القنبلة الذرية وإنما يمهد طريقة أمامها لحيازة القنبلة وربما يتسبب في اندلاع ثباق محموم نحو السلاح النووي في الشرق الأوسط ما يزيد إلى حد كبير من مخاطر اندلاع حرب مرعبة ويسعى نيتانياهو إلى فر ضغوطات على الإدارة الأمريكية لتكون أكثر تشددا في هذه المفاوضات خاصة مع وجود الجمهوريين المنتقدين للاتفاق وهم على رأس مجلس الشيوخ الأمريكي